اسباب وعلاج ضعف كشرة البيض عند الطيور. وشو الحالات المرادية اللي بوصلها? طبعا انا مصور البيض معي بس ما عندي بيض. الحمد لله عند هو الاسم العلمي او بيض من دون كشرة. بس حبيت اعطيكم البيض تصوير عشان نشرح عنه. بس انا ما عندي هاي الحالات. اسمعوا الفيديو الاخر وان شاء الله كل بستفيد منها واهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بالجميع. معاكم ستيف تربية الدواجن والحيوانات. اليوم رح نحكي عن اسباب وعلاج ضعف خشرة البيض عند الطيور. اه بشكل عام. اه شو الاسباب اللي بتأدي لهذا الشيء? وشو العلاج اللي ممكن نستخدمه? وهذا يمكن علاج ينفع مع الطيور او ممكن انه للأسف العلاج ما عاد ينفع. اه قبل ما ندخل بالتفاصيل. بتمنى من الجميع الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل. جر الجرس ودعم القناة من كل انسان مهتم بتربية الحيوانات والطيور. اهلا وسهلا فيكم. طبعا موجود اي ضعف بقشرة البيضة عند الطيور بدلع انه في حدوث خلال او ضعف بصحة الطيور بشكل عام. يعني بس تخط الدجاجة بيضة او من غير قشرة او القشرة ضعيفة جدا. هذا بسمى تقريبا بيض يعني بيض غير مكتمل وما عليه للأسف. اه طبعا راح تعاني الطيور بنوضع هذا البيض حتى اثناء وضعها للبيضة. ازا خرجت البيضة منها بتخطها باي مكان خارج المكان اللي هي بتبيض فيه لانها ما عندها تحكم بالعضلات. اخراج البيضة بشكل اه طبيعي وضعها في الاماكن اللي هي بتبيض فيه لما تكون كل مكان في البيضة اضعف في القشرة او انها برشت قبش يعني عليها قشرة شفافة جدا تعتبر هاي الحالة يعني صعبة ومتقدمة وممكن انها كمان ما تخرج من الدجاج وتعمل مشاكل. شو الاسباب اللي بتأدي لهذا الشيء من اللي عنده الطيور بشكل عام. راح نسكر الاسباب منها نقص نسبة الكالسيوم اه بافتقار النظام الغدائي عند الطيور يعني ما فيه نظام غدائي وفيه كالسيوم بمعايير محددة للطيور وللاسف بنتج عنها هاي البيضة اللي برشت او البندون قشرة. وانخفاض اه والسباب التاني انخفاض نسبة البيتامينات اه اللي تنعطها للطيور وكمان اه ممكن ينتج عنها هذا النوع من البيض اللي هو ما بيحتوي على قشرة او قشرة لينة جدا ويطلق عليه اسم برشت بالعلمة. واهمال التغذية السليمة للطيور كمان للاسف وغير متوازن نقص عناصر مهمة اه مثل املاح والمعادن ومثل ضعف اه بيدي لانتاج اه البيض من دون اه قشرة علشان هيك احنا دائما من نوه انه يكون في اه نظام غدائي للطيور بيحتوي على جميع المعادن والبيتامينات ومنعمل الخلطات اللي انتو بتشوفوها موجودة عندي بالمقاطع عشان نقدر نخفض على الطيب من كل النواحي مش من ناحية الاباضة من نواحي العامة كلها نواحي ناحية المقاومة لرفع المناعة عند الطيور واحد اثنين مقاومة الامراض تلاتة انه ياخد المعادن اللي لازمة لانتاج البيضة البيضة بتحتاج لبروتين بتحتاج لكلس اذا ما نحكي عن الفراخ وسواء اذا ما نحكي عن ضيوك من نواحي التخصيب والخصوبة كمان لازم التغذية تكون كافية لهم بحيث ينتج عن الدكور تخصيب ممتاز جدا بس احنا اليوم شرحنا راح يكون عن البيض اللي برشت اول اللي ما بيحمل قشرة كمان في اسباب مرضية يصاب فيها الطير والاسباب المرضية هاي يصاب فيها بسبب نقص الكلس ونقص الفيتامينات والمعادن المهمة والتغذية السليمة للطيور لانه طالما الطير او الفرخة بتعطينا بيض برشت او بيض بدون قشرة يعتبر انه هي كمان بتعاني من نقص عام في التغذية من الكالسيوم من البيتامينات من سوء التغذية والتوازن التغذية والاملاح وشغلات كثيرة عندها والمعادن في عندها نقص فيهم وهذا كله بيؤدي الى مرض كمان الفرخة او الطير وضعفها بشكل عام وتعرضها بشكل اسهل لضعف المناعة واصابتها بالامراض والفيروسات اعرفنا المشاكل تقريبا والاسباب اللي بتأدي لانتاج البيض دون قشرة او بيض برشت بالاسم العلمي طيب شو الحلول الحلول اول شغلة بدك تعزل الفرخات اللي بتطبيق برشت شو ما كان نوعها عن الذكورة لازم تم عزل هاي الفراخ عن الذكور بماكن خاصة لها وتقديم النظام غدائي متوازن لحايد ما تسترد الفيتاميناتها وتسترد كل اشي ناقص عندها من الفيتامينات او المعادن او الاملاح او الكلف وترجع لطبيعتها بالحالات اللي هي بتكون طبيعية مش حتى لو عندها امراض لازم يتم علاجها اذا عندها فطريات او عندها التهابات داخلية في الجهاز الهضمي كمان مع الخلطات ورفع الفيتامينات الها والتغذية المتوازنة راح يتم ان شاء الله شفاءها من الامراض الالتهابات اللي هي اه بتعاني منها وكمان مع الغداء المتوازن راح يتم اه علاجها وعدم اجهادها وليش بنعزلهم من مكان لحالهم عشان يحصلوا على الكمية الكافية من الغداء ما بصير نخلطهم مع الطيور بشكل عام وياخدوا حصص بسيطة راح يكونوا ضعاف في اخذ حصتهم من التغذية بسبب الارهاق ونقص ونقص الفيتامينات اللي هم فيه مقارنة مع طيور تانية او انواع من الطيور التانية فيستحسن ويفضل انك تعزلهم ان تعزل هذا النوع من الدجاج سواء فرخة او فرختين او خمسة شو ما كانوا عندك سمح الله انتم عزلهم من مكان لحالهم مكان يكون كمان مناسب لهم بتدخلوا التهوية بتدخلوا الشمس وتعملهم نظام غدائي يعوضهم عن جميع الفيتامينات والمعادن والاملاح والكلس اللي هي نقصيتهم لما تشوف الدجاج رجع بوضع البيض طبعا الدجاجة بتوضع البيض من غير ديك او اي فرخة حتى سواء رومي او شو ما كان حتى لو ما فيه ديك وعملت عن قود هي بتضع البيض بدون اي مشاكل لما تشوف انه تم وضع البيض بشكل طبيعي وامورها كلها تمام اه ما فيه اي مشكلة بالبيض الكلس تقريبا يعتبر جيد جدا بتحس القشرة ممتازة اه بتم خلطها مع الطيور الاخرين وبتمشي كمان عن نفس النظام اللي احنا حكينا عنه التغذية ونظام اه اه تعطيها الفيتامينات والمعادن اللي بتكون ناقصة لهذا النوع من الطيور او من الفرخات ونعطيك كمان اه طرق اه اه ساعدك اكتر في الشفاء العاجر تعقيم المياه بشكل مستمر اه اه وضع مثلا قطرات من خلط تفاح او خلل ابيض على اثنين لتر مية بتوضع ربع فنجان او نصف فنجان بحاجة تقاوم البكتيريا اذا فيه مية تحتوى على بكتيريا يعني ما بصير تقدم مية ملوثة لهذا النوع من الطيور بالذات لانه كمان هي عرضة بسبب ضعف جهاز المناعة عندها عرضة للاصابة بالفطريات والفيروسات وبعض امراض وبتقدم احاول بهاي الوقت اذا كانت الفرخة ناضجة طبعا وطرامة هي بتوضع البيض تعتبر سنها ناضج تعتبر واصف لسن النطوش كامل لازم توضع خلطات تساعدها في تكوين جسمها كامل تكوين كل العناصر اللي هي بتنقصها لوضع البيض بشكل سليم مية بالمية وتعطيها خلطات حتى لو عملتها عندك بالبيت وموجودة عندنا بالفيديوهات تحتوي على الكالسيوم تحتوي على العناصر المهمة مثل الزنك مثل الحديد مثل المعادن مثل كل الفيتامينات اللي بنحكي عنها موجودة سواء عن بروتين او كيلس البروتين موجود بالعدس في البقليات موجود عندنا فيديوهات كيف تقدر تعمل هاي الخلطات وتقدمها للطيور موجود الحلبة الحلبة ممتازة جدا وانا عملت عنها مقطع تقدر كمان نضيف الحلبة للطيور في معايير محددة لنوع من هذا الدجاج اللي او نوع من الطيور اللي بنتج بيض برشت دون قشرة الحل الوحيد له مقاومة الامراض المرض هذا اللي هو فيه او مقاومة البيض من دون قشرة هو العزل والاهتمام في التغذية مش العزل لانهم مرضة العزل عشان اهتم فيهم ياخذوا خصة كبيرة من التغذية اللي بتلزمهم يعني انا بحط للطيور العادية مثلا مية وعشرين غرام او ميتة غرام هدول بحط لهم مية وخمسين غرام للفرخة عامل ما تسترد صحتها وتاخد كل الفيتامينات اللي هي بحاجة الها ونقصيتها وترجع بلا طبعتها بقدر انا اضيفها مع الطيور الاخرين بشكل سليم بتبنى تكون المعلومات مفيدة ما تنسونا بالاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل جر الجرس ويعطيكم العافية شكرا لكم للجميع واهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة